شفنا فيديو ما عارش انت شفته ولا لأ ياسر جلال ورحيم وحلمي اللي انت عملته فيه بنت صغيرة بعد ما تفرجت على المسلسل وهي روحي مفتورة من العيوات في الناس حكولي على فكرة خلينا نشوف المقطع ده مالك زعلاني طب هو أصلا ده مسلسل مش حقيقي طب لما انت عارفة بتعياتي ليه بسيبه اين بس احنا ممكن الشخص الحقيقي بس نستعمل حلقة موالي برشي خلاص بقى من تزعليش ده اسم كلام انا حاولنا نتواصل مع صاحبة الفيديو ده عشان نعرف على قل اسمها عشان عم رحيم يقولها اي حاجة يقول لها انا انا اهو يعني الحقيقة يعني كان نفسي يبقى فيه رسالة لها عشان تطمن لا طبعا انا انا هي طبعا انا هي وجعت قلبي بصراحة فحبيبتي ده تمثيل تمثيل حبيبتي وانا الحمد لله بخير يعني بس انا مش عايز اقول لك طب اقول لك على حاجة هقول لك على حاجة والله العزيز اتكلم بجد بصوا بالكاميرا دي وقول لها يعني 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 اعرف اقول لها انا شفت الفيديو بتاعك وانت بتعيطي يعني شو تارف ان هي دي اه ايوة كده وكلمها هي اه حبيبتي انا للأسف مش عارف اسمك يعني بس انا شفت الفيديو بتاعك على السوشيال ميديا وانا انا ممتش انا يعني الحمد لله عايش وانت خدتي قلبي وجعت قلبي بجد ويا رب كده لما تبقي تكباري تبقي انيسة زي الامر تفتكريني برضو هكوني بقى مش عارف عايش ربنا ايديك طلط العمر وهي هنبعث لها هنبعث لها على الخاص الفيديو ده اتعيطيش اتعيطيش يا حبيب يا حبيب